انت بابا وماما واخواتك ما انا بسألكش انت الاله؟ ما الوحي كله منك بقى؟ الوحي كله من ايه؟ اه منك ويليه؟ انت تعرف ان المهدي اصلا واحد لا مينو عنها وانت بابا رد علي يا اله ولا يا رب ولا هنه؟ رد علي بسورة ايه؟ صنع يا تكروب عزنا ما عليش ده اله ده الوحي بتاعه يا باشا رد علي يا ما انت اله جاهل؟ لا اعلم بطيخ ما انتش اله بقى ولا هنه؟ 2013 عملنا مسابقة بنختار فيها وجوه جديدة من المزعين الشباب المحترمين عشان يشتغلوا في قناة اخبارية جديدة طبعا القناة دي كانت تابعة لأحد القنوات الكبيرة او شبكة قنوات كبيرة كمين من ضمن المتقدمين للمسابقة ساعتها؟ كان الشيخ عبدالله رشدي طبعا ما كانش معرف نفسه باسم الشيخ عبدالله رشدي ولا كل الكلام ده خالص كان طالب او شاب صغير جاي يتقدم عشان يشتغل مزيع اخبار وكان معتمد في الاختبار ده على اللغة العربية ما تمش قبول الشيخ عبدالله رشدي لاسباب طبعا لها علاقة بلجنة التحكيم اللي كانت من كبار الاعلاميين والاسدزة في الالقاء واللغة العربية وغيره ولم يتم اعتماد الشيخ عبدالله رشدي بانه يشتغل ساعتها مزيع اخبار بغض النظر عن الاسباب مش ده موضوعه المهم اللي عايز اقوله من القصة دي انه عبدالله رشدي بيهوى الظهور الاعلامي هو اساسا بيهوى الظهور الاعلامي بدرجة اولى وعبدالله رشدي في كل مناظراته وكل الاعمال اللي بيعملها على الانترنت هدفها الاول والاخير ازاي يركب الترند هو بيشوف الترند رايح فين بيركبه مفيش شك تماما ان عبدالله رشدي عنده علم وعنده ثقافة محترمة ولكن اقدر اقول ان معظم الناس اللي درسين نفس دراسة عبدالله رشدي في الازهر عندهم نفس المعلومات ونفس الثقافة الفرق ان ممكن شخص بيعرف يتكلم وشخص ما بيعرفش يتكلم عبدالله رشدي بيحب الظهور جدا ايا كان الظهور ده عبارة عن ايه بيحب دايما فكرة ان هو يصير جدل يعني يدور على اي موضوع بيصير بيه جدل عشان يطلع ويظهر ويتشهر هو عنده مرض الشهرة على السوشيال ميديا حتى اي ترند بيطلع بيحب يركبه باي طريقة ايا كانت الطريقة يركبه بقولها تاني ما بشككش في علم عبدالله رشدي لكن انا بشكك في الطريقة اللي عبدالله رشدي بيحاول يطلع بيها ويعرف بيها نفسه للناس خلينا متفقين على نقطة اي مناظر عملها عبدالله رشدي مع اي شخص اللي هي قريدي بتتلمع على الديجيتال ميديا بطريقة مبالغ فيها جدا لان هو فاهم يعني ديجيتال ميديا كويس ومزاكر ديجيتال ميديا كويس ومعا تيم فاهم ديجيتال ميديا وبيوجهه او بيقوله يعمل ايه وما يعملش ايه ويطلع امتى وما يطلعش امتى وبيعود يجمعه له فيديوهاته ويضمهله فيديو واحد يعود يقوله اقوى مناظرات الشيخ عبدالله رشدي لو ركزنا في كل مواجهات الشيخ عبدالله رشدي هتلاها عبارة عن شخص بيصخر من اللي قدامه شخص بيقلل من قيمة اللي قدامه دورك الحقيقي يا شيخ عبدالله هو تصحيح المفاهيم دورك الحقيقي انك لو انا غلطان تحطني على الطريق الصح حتى للأسف بعض الاعلامين اللي بيستضيفوا عبدالله رشدي بيستضيفوه لإطارة المشكلة او يعني صناعة ترند او صناعة أزمة لكن هم مش بيستضيفوه علشان تصحيح مفاهيم حتى مناظرة عبدالله رشدي وإسلام بحيري هي كلها عبارة عن قوة المعلومات من هو قد ايه عنده قوة معلومات قد ايه بيصخر من اللي قدامه قد ايه من يقلل من قيمة اللي قدامه وفي نفس الوقت شفنا مناظرة مع نفس الشخص قسامة البحيري ولكن نعم الشيخ علي الجفري والشيخ قسامة الأزهري شفوا شكل الحوار عامل ازاي شفوا الثقافة والعلم والهدوء في نقل المعلومة للناس عشان الناس تستفيد عامل ازاي ايه قيمة اننا لما بعندي شخص مدعي النبوة لازم استضيف عبدالله رشدي معاه لانه هيعمل اثارة للرأي العام هيعمل لغط هيبقى الحلقة سخنة عامل زي مرتضى منصور كده لما تحب تسخن الحلقة تجيب مرتضى منصور تمام ايه القيمة ان انت تطلع كشيخ عبدالله رشدي عشان تقول المسيحيين كفر يعني ايه الموضوع ايه السر ايه الفكرة في انك تطلع تقول حاجة زي كده غير انك محتاج حب الظهور وحب الطلوع مش اكتر وكذا موضوع زي ده في الحجاج وفي غيره تحس ان هو بيدور ازاي الناس بتصيرش على حاجة او فيه ترند الموضوع معين بيدور ازاي اركب الترند بغض النظر عن اي حاجة انت شيخ ومحترم وعندك علم وعندك ثقافة خليك متصدر للناس بالصورة دي بلاش دايما تتصدر بصورة اللي بيعمل خناءة واللي بينظر بعنفه واللي بيتاريق اللي على اللي قدامه واللي بيصخر من اللي قدامه كلام ده مش مزبوط رقم اتنين واضح قوي ان انت عندك حاجة شبه الليجان الالكترونية كده اللي هي بتقعد تلم مع شغلك كله على ديجتال ميديا بزيادة بطريقة مبالغ فيها وعشان تفهم قصد يا شيخ عبدالله الا انا في الاخر بحترم علمك بجد لانك عندك العلم بص على الشيخ مصطفى حسني او الدعاية الاسلامي مصطفى حسني الراجل بيتكلم في الدين بمنتهى الاحترام بيتناقش بمنتهى الاحترام بيرد على كل الاسئلة بمنتهى الاحترام عمره ما فكر يركب ترند ولا عمره شعبت في موضوع عشان يركب ترند ولا عمل الكلام ده كله ارجوك بلاش حب الشغرة لانه بين عليك اوض انا راجل مخرج وافهم يعني ايه شخص بيحب الشغرة بيبان عليه كده ان شخص بيحب الشغرة فبيعمل اي حاجة بس المام يطلع يبان يبقى فيه مشكلة حواليه موجودة فبيظهروا يبان انا شخص شغال على الديجيتال ميديا بري اكتر من سبع سنين ففاهم يعني ايه ترند وفاهم يعني ايه حد بيصنع الترند وبيكتب عنوين وبيعمل ثامنيل ثامنيل دي اللي هي الصورة المصغرة اللي بتنزل قبل الفيديو دي فاهم يعني ايه بتصنع ده ازاي فانت عالم وعندك علم كويس ركز بحتتك وبلاش فكرة انك تحب الظهور والشغر سلام عليكم